أمسية جديدة من أمسيات جروب أثار وحضارة مصرية زي ما تعودنا من شهر يونيو 2021 بنحاول نعمل برامج ثقافية وأثارية وتاريخية وحضارية مختلفة تغطي مصر عبر الأسور النهاردة هيكون في ضعفتنا أستاذ وعلم كدير جدا البروفيسور يوحنى نسيم يوسف وهو غني عن التعريف غني بالتعريف غني عن التعريف في مجال القضيات بالتعريف ما وصلتش لجنهاية كل اللي عندي لغنى بالتعريف ما وصلتش لقروش طبعا يعني لو الواحد أراها مش هنقدر نبتدي أصلا نزوم بتاعنا هنكتافي أن احنا نقول أنه محاضر كبير في كلية سانت إغناتيوس جامعة كلية ستوك هولم مدرسة ستوك هولم اللاهوتية في السويد وهو أستاذ مشارك بكلية القضيس أساماسوس اللاهوتية القضية الأوروبسية جامعة اللاهوت بميلبورن استراليا ومشارك بكم هائل من الدراسات في مدرسة الإسكندرية ومضوعاتها أسواء النجلة أو إصدارات الكتب الخاصة بيها وأيضا في أبجديات في مكتبة الإسكندرية يعني نكفي نموذج من المدرسة ونموذج من المكتبة بالإضافة إلى كم هائل من الإصدارات وبعدها أصداريته جمعية الأسار الكتبية مهاردة هيحضرنا الدكتور يوحنى عن موضوع غاية في الأهمية هو قراءة متأنية في قوانين السوم الكبير والفترة اللي احنا فيها حاليا في الكنيسة الكتبية وطبعا من واقع نصوص وخالفة اللغات أكيد دكتور هالبطنة الإبتي مجال تخصصه الأكثر إبداعا بالخلفيات اليونانية وبالخلفيات العربية اللي برضو بيبتعنا بيها في التراس العربي المسلم اتفضل سيابتك يا دكتور معاك المايك احنا معانا مدة 40 ديئة من الأول ما ترينا الساعة 8 بالزبط يعني على ونص وخمسة هنضطر نتوقف ونقفل ونبتدي جلسة زوم أخرى لو الأمر السابعة وعشان الحضور الكريم كله يقدر يشارك حضرتك بالتساؤلات أهلا بيكو أهلا بالدكتور باسم أهلا بكل اللي موجودين أولا قبل ما نتكلم نحب ندي فكرة عن التعريف وطبعا أنا محبش أتكلم كتير لأن كنتم بتناموا مني من أول خمس دقائق فاللي عايز كده بمنطقة البساطة هنتكلم عن القوانين أنا عايز أربع تعريفات للقوانين فأول واحد كده هو يقول لي قانون نبتدي من تحت الفوق يعني رياض بعدين أمل بعدين حمدي بعدين عبير يلا يلا رياض يديني تعريف للقانون تعريف للقانون مجموعة القواعد اللي بتنظم سلوكيات الأفراد تجاه المجتمع معين بالضبط ده قانون مثلا قانون المرور قانون المرافعات الجنائية الآخرة كويس حمدي أديني تعريف تاني للقانون أكيد دكتور نفس تعريف الدكتور رياض بس حضيف عليه يعني بعد يعني أكتر من يعني بناء على خبرة الوضع للقانون أو الوضع بنود القانون نفسه يعني شوف أو ده بقى لا فيه قانون تاني في الحاجة اسمها القانون اللي هو إيه لما مثلا خصوصا في الرهبانة دي من الفوكابلور بتاع الرهبانة اللي هو لما حد بيعمل غلط يقول لك خد قانون قانون يعني جزة مثلا لو فرض انه مثلا واحد احتد مثلا وعلى صوته فرئيس الدير يدي له قانون القانون يعني مثلا إيه يصم يومين زيادة يصم يصلي مزامير زيادة إلى خير ده اسمه قانون يعني إيه بالجزة يعني تقريبا ده كلمة تانية القانون طيب مفهوم تاني دلوقتي عندنا بقى الجنس اللطيف أمل أمل قانون يعني نظام معين الناس بتمشي عليه والمجموعة بتلتزم بيه بيكون ليه واحد بينفزه وحاطت بنودلي وزي ما بتقول حضرتك برضو في وزي قوانين الرهبان اللي هي بيبقى بيبقى فيه يعني يواخد بدل ما كلمة نظام يبقى يواخد قانون يعني يواخد برضو إنه هو بيتعاقب الحاجة جيه وهو ليه شق 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 يعني جزائي وفي نفس الوقت الشق الناس بتبقى منطفق عليه حسب عقيدتها أو حسب النظام اللي هوم ماشيين عليه ماشيين انتقربت من المعنى اللي عايزة أقوله فيه قانون اللي هو اللي يسمى القانون بالنسبة للرهبان اللي هو التدبير الروحي بتاع كل راهب يعني مثلا راهب بقى له عشر سنين في النير فبيصلي عدد معين من المزامير بيعمل مطنيات اللي هي سجدات عدد معين واحد لسه داخل بيصلي عدد أقل بيصوم عدد أقل وهكذا فده اسمه القانون الرهباني اللي هو القانون اللي النظام اللي بيمشى عليه الراهب في حياته ويعني الاصطلاح الكنسي بيسموه التدبير الروحي بتاعه أو القانون الروحي بتاعه طيب فاضل بقى آخر معنا شوف احنا لقينا تلات معاني أو تلات مفاهيم يلا يلا بيبو ما مفيش غيرك اهلا بيك يا دكتور اهلا بحضرتك اهلا بيكي يعني قواعد ان هي هي عبارة عن قواعد لتنظيم ما احنا قلنا قواعد لتنظيم كل ده الهارياط يعني ليش احنا نتكلم كده يعني ايه صوم فصوم مش هنفضل نقول لي انيسا والدكتور والاستاذ وخلافه اهلا بيكي طيب انا انا مقصود ان هي يعني بتتعامل يعني يبقى فيه فيه مزايا او فيه عيوسيا وعكوب عكوبات فيه فيه امسيازات عشان ما يبقاش فيه فوضى طيب ماشي برضو ما وصلتش اللي انا عايزه اللي انا عايزه ان القانون بقى اللي هنتكلم عنه النهاردة اللي هو اللح اللي بيتقال بمجموعتين مجموعة تقول ومجموعة ترد عليها ده اسم القانون اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة نشأل لكم خراءة متقنية يعني بس في العنوان قوانين الصوم احنا هنتكلم عن الالحان اللي هي بيبقى فيها المجموعة بتقول ومجموعة بترد عليها تمام كده؟ تمام نبتدي بقى ايه؟ اللي هو البحري والقبلي زى ما بيسموه كده اه ده مين اللي بيتكلم ده؟ رياضة دكتور اه ماشي ماشي تمام يا ابو الروض مزبوط وانت برضو ممكن تقولي يا ابو حنين كده خليها صنفة صنفة يعني لا احنا ترمزيتك يا دكتور لا يا عم اتعاس تكبرني ليه؟ انا بس حاطرت الصورة كده عشان ما بينلكش يعني ان شعري لما تقبل لما تقبل بس هو ترو مرجعش لما تقبل صدقت عن فيس هقولك يا ابو نون قولي يا ابو حنين كده وانا قولك يا ابو الروض كده لما تقبل صدقت عن فيس الاول ماشي وعندنا الحمد يا ابو حميد وامل بقى دي ما عرفش نقولها ايه؟ بيدلعوك يقولولك ايه يا امل امل نامت مني انا دلع عامل حسابه من اول صوتي بس مش عايزة قطع حضراتك بس مش قطع بيدلعوك يقولولك ايه؟ لا اسم صغير فما بيدلعش وانت صغيرة ما كنت تعامل لي حاجة وحشة كان اقولولك ايه؟ يا امولة بتمشي يلا امولة وبيبو دي خلاص ماشي اوكي نشوف بقى ايه الموضوع النهاردة فالموضوع ان احنا هنتكلم عن النفهوم الرابع اللي هو اللح اللي بيتقال في الختام وبيتقال مرابعة بين اتنين حاليا دلوقتي لو منكم حد راح الكنيسة على اخر خمس دقايق تلاقيهم بيقولون نحن في الصوم الكبير اسمه صوماتوس صوماتوسكي ايه ماتوس مونو جنيس سيقو متى الاف ومتيسة في طوقة خالي سيس ومين هتلاقيه موجود كده عندكم بس انا بقى بسرعة عشان انتو تشوفوا اللحن ده خلي بالكم لما نتكلم في الطقوس دايماً منتكلم نلاقي المخطوطات بتاعتهم نسبياً حديثة ليه لان لو واحد مهز انا عنده كتاب في التاريخ في اللاهوت بيستعملوا مرة في عمره مرتين عشر مرات لما يكون مدمن انما في الطقوس ده بيستعملوا كل يوم وطبعاً زمان كت العملية بيزاي دلوقتي ما عندهمش لمبة ما عندهمش فالشامعة وقديهم مطربة فبتستهلك بسرعة فدايماً بتبقى حجم اتنين يا اما يكون حزنة حلو ونلاقي حاجة في الحفاير يا اما اقدم مخطوطة تلاقي قدر سبعتاشر تمنتاشر ده عموماً لما نتكلم عن المخطوطات التقسية لكن بقى المرة دي كان حزنة حلو لان عندنا لان عندنا في مخطوطة موجودة في لايدن انزينجر نمرة 32 جايب اللحن ده تقريباً زي ما هو من طلبهم تيسة فطوء في كارس وبعدين جايب الترجمة بتاعته وده بيقول ايه ده بتاع يوم الثلاث في فترة الاربعين يوم لا الاربعين وقدسة واللحن ده بيسموه بويكون بويكون يعني شعر طيب وايه الميزة بقى في الحكاية دي البويكون الالحن في الكنيسة الابطية عادة بتبقى ربعية يعني ايه ربعية يعني كل ربع حتى الربع يعني معناها فيها اربع اربع فقرات اربع ستروفس البويكون ده حاجة صعيدي بيبقى خامسة فهو متقسم على خمس مقاطع مش من على اربعة وده القانون يوناني لكن غريبة انه واحد عالم كبير زي المرحوم بيرمستر ما ذكرهوش رغم انه هو درس كل الالحان اليوناني والحاجة المهمة في القانون ده انه بيحكي عن العدرة في واحد بعيدة لسؤال برجاء كتابة الاسم السلاسي اللي عمل اه لا ده مش انا ده عبير بيبو طيب ماشي افتكرت ليه ماشي اوكي حاضر انا يا حنان سيم يوسف اه فالا بيذكر بس العدرة وما بيذكرش بقية القديسين رغم انه ده عادة بيكملوهم فدي بتدينا فكرة عن اللحن ده قرن عاشر كان موجود بتقال في يوم الثلاثة طيب يا ترى ده بالنسبة للصعيم اخلي بالكم يا اخوانا ان الصعيد كان لقى الحن لوحدها لان كل البابوات كانوا من بحري لحد قرن الاربعتاشر في قرن الاربعتاشر حصل تغيير كل وجزئي بقى كل البابوات جايين من الصعيد يعني اولهم كان البابا غبريال الرادع اللي هو ألف وسبعمية ألف وثلثمية وسبعين لألف وثلثمية وثمانية وسبعين واخيرهم شنودة التالت اللي هو اللي لسه مايت ما بقلوش عشر سنين فلما تجم البطاركة بقى مصعيدة مصعيدة بقى متعودين بقى يا خبير شابوي لازم نقول الحاجة اللي احنا متعودينها خالوا جابوا الحاجات بتاعتهم ودخلوها في الطقس بتاع بحري فحصل نعم الخليط كده طب وبعدين نقول لك حاجة تاني عندنا قبل الحكاية دي يعني احنا قلنا البابا غبريال الرابع اللي هو ألف وثلثمية وسبعين ألف وثلثمية وثمانية وسبعين عندنا قبليه بحواري خمسين سنة يعني ده بقى إيه ألف وثلثمية ده حد ألف طلثمية وعبعة وعشرين كان عندنا أسيس اسمه شمس الرياسة أبو البركات ابن قبر المعروف ببارسوم أصلا هو كل الاسم ده أوليل فحب يديلكون يعني هو شمس الرياسة أبو البركات ابن قبر والمعروف ببارسوم الاسم الرباع يعني عادي فده ده وكان فيه واحد تاني اسمه يوحنى ابن أبي زكريا ابن السباح دول اتنين عملوا موسوعة لكل الألحان والتقوس بتاعتهم فمن ضمنهم جابوا الألحان اللي موجودة بحيث انهم بيجمعوا لكن الغريبة بقى ان القانون اللي انا قلته اللي هو بتاع سوماتوس ده مختفي تماما الله طيب نشوف فيه حاجة تاني عندنا فيه حاجة اسمها ترتيب البيعة ترتيب البيعة ده الكتاب بيجمعوا فيه الألحان اللي تتقال لكن برضو أول واحد عندنا جاي من المكتبة البطرياركية رقم 73 تقوس ومع ذلك ما فيهوش أي حاجة ده العملية كده يعني ايه دخلت في الموضوع ما فيهش حد خالص دايب الموضوع ده لكن بيجيبوا لح تاني فاكتشفنا ان يوم الثلاث بتاع طول البسخة فيه لح تاني اسمه مخلصنا الصالح الذي صامى عنه أربعين يوما وأربعين نينا حتى خلصنا من الشيطان وهو ليكون لنا مثالا نمشي عليه حتى على خطاه وحتى يخص الخطيانة تعالوا إلى الدبس والعمق العميق قال له يا بعد كده هو خذ مننا الاهتمامات العالمية وعلى فكرة عالمية يعني الحياتية يعني بقى الواحد يا طارى هنأكل ايه هنشرب ايه تا واعطينا أن نكمل بالمحبة الرسولية وقبلنا إليك أيها الرحوم اسمع طلباتنا كما سمعت العشار والعشار ده اللي هو تاكس كوليكتور اللي هو مأمور الضرائب دول كانوا بس ما كانش بقى مأمور الضرائب يعني حسن بيه اللي ييجي خبط عليك لا دول بيبقوا كانوا شغالين أولا كانوش اليهود بيحبوهم لأن دول كانوا بياخدوا الفلوس ويضعوا للدولة الرومانية فما كانوش يحبوهم دول يعني العميل الاستعمار ده أولا وتانيا أنه هم كانوا غالبا بيخنصروا وياخدوا فلوس أكتر فهو بيقول لك يعني بس فيه قصة بأن واحد عشار داخل الهيكل يصلي فقال له يا رب أشكرك لأنها كانت يعني ديتني يعني قال له يا رب خليني يعني اغفر لي أنا غالبان وخاطي ومكروه وكل ده واحد فريسي اللي هو اليهودي الحمالي يعني بتاع اليهود داخل قال له أشكرك يا رب لأن أنا مزي القاتل العشار الزبالة ده وبالتالي الزبالة دي من عندنا وبالتالي المسيح بيقول لك يعني ده خرج العشار خرج مبرر بينما التاني خرج مش مبرر في حد بعد سؤال لا ده أمل فرج فرج الشيخ يوسف ماشي أوكي حاطر فده بيدينا فكرة كده عن بعد كده في بدايته بيقول لك إيه ونحن أيضا في النصوم أعطينا أن نصنع ما يرضيك حتى نكسر يعني بدلة أن نقول أبانا اللازي في السماوات اللي يتقدس اسمك لأتي مراكوتك لآخري ده القانون اللي كان ماشي يوم الثلاث يعني سوما توصل لأمني بألف سنة اللي احنا بنقوله لحد دلوقتي ما كانش بيستعمل وكانوا بيستعمل القانون ده قانون حلو يعني مش كده وبس لطلع بقى أن إحنا دلوقتي عندنا إحنا قانون ده بيستخدم كل الأيام الأسبوع مع هذا السبت والحد لا إحنا كان عندنا قانون لكل يوم في الأسبوع فإحنا قلنا الثلاث الأربع فلتدركنا خيراتك أيها الرب القاب من السماء انظر إليها إلى ضعفنا حتى يكون كل واحد طريقي حتى تقوم رجلنا كل وقت واجعلنا يا رب يا إلهنا خمد اجتيماتي املأ نفوسنا من خوفك أيها المخلص كلام زي ما انت شايفين كلام حلو وجميل ده بتاع يوم الأربع يوم الخميس بطول الصوم يوم الخميس ده دايما في الأيام العادية بيفكرنا بحاجة صريفة وهي ان الخميس ده بيبقى غير كتب الكتاب طبعا تعرفين يوم الخميس في كل الأفلام العربي كتب الكتاب يوم الخميس الجاي لكن يا بابا ما فيش لكن دي يعني من الحاجات اللي تعلمناها يعني خير البر عجله دي يعني الحاجات تعلمناها لا يوم الخميس ده بيبقى عادة بيبقى قبل الجمع يا اكتشاف فطالما أنه قبل الجمع بيبقى إيه من كاترين الصلاة فيه ودائما بيذكروا فيه حكاية موسى اللي أخذ القانون العشانة وإليه اللي ترفع من السماء ودانيال اللي خلص من جب الأسود الأشرار وبقية الرسل الذين يعني إيه بليز اللي هو يعني إيه كانوا يعني أرض أرض الرب لأجل صلواتهم وصولهم وبيوريتي اللي هي طهرتهم ولذلك فلنصرق قائلين يا الله نحن الغلابة الدعاء الخطأ لكي إقبل إليك نفسنا كما أهل نينوة طبعا نعرفين أهل نينوة قصة يونان اللي هو راح يقول لهم خلي باركم الأرض هتيجي وتحط عليكم فهم قالوا لا يلا نطوب وبطلوا الحكاية دي فخلصهم من البيقة فهو بيقول لهم يعني إيه بل تويتنا زي ما قبلت تويت يونان لأجل الصلاة والصوم والطهارة ونصرق ونقول برضو بنلاقي حاجات في قانون الجمعة بنلاقي حاجة صريفة أني بنلاقي القانون بيبتدي باليوناني بمعنى هو يونان هو يونس أيوة هو يونان دي الكلمة العبري يونس أو يونس قال لي بالكم هي في اليونان يونس لأنها بالألفة إنما في العربي مفيش تشكيل فكل واحد بيشكلها على نفسه بيشكلها زي ما عايز ده مين سأل السؤال ده ده أمل أمل ماشي أمل في يونس هو يونس فأنت ما تقولوها يونس أو بتتقال يونس أو يونس ما تفرقش يعني حط الفتحة زي ما عجبك مفيش تشكيل في العربي كانش فيش تشكيل غير بتاع الشويش اللي بيشكل علينا فهنا بيبتدي باليوناني ارحمنا يا الله محب البشر الصالح يسوع المسيح انظر إلى ضعفنا أيها الإبن الوحيد وكن لنا معين في يوم الدين اسمعنا يا ملكنا حتى نفتح ثمنة ونقول في ملكوتك إلى أخير ده اللحن تلاقي إن اللحن ده شغال بتاع السبت بقى بيبقى لحن أطول شوية عندنا مديحة دقيتها في مخطوطة بالعربي في بني سويف بتقولك بالصوم والصلاة النبي موسى اللي هو يعني كان استحقه أن يأخذ النموس من الإله بالصوم والصلاة أقولي بشوي صعد إلى السماء إلياء اللي هو إلياس النبي وكذلك أخنوخ الصديق لدينا برضو قانون تاني بيقولك بيقولك بوسط الصوم والصلاة والرحمة إلهنا الصالح كيريا ليسون الرحوم نقول جميعا المجد ولك الليل وياه إلى أخيره ده في حاجة في أخر المخطوط ولو أنا جبت لك اللي جبت لك وكتاب أول حاجة بتعملوها تروح وفتحين الكتاب وتروح وفتحين على أول جدة وتشوفوا محتوات الكتاب وطاريخ الطابعة ده طبعا لأنكم عايشين في القرن العشرين قصد القرن الواحد وعشرين معلش قضية موازم حياتي في القرن العشرين بتعود عليها إنما في المخطوطات مش كده في المخطوطات بنقره الكتاب من آخر صفحة آخر صفحة بيبقى فيه الهامش الختامي اللي بنسميه كولوفون وده بقى إيه اللي لقيت مخطوطة فيها الكولوفون ده اللي بيقولك إيه نوجز هذا الكتاب المتضمن خدمة الكنيسة من ابتداء من توت لغاية النسيق من زكسولوجيات زكسولوجيات يعني مدايح أدام مواطس ده نوعين من وعلوحونات يعني ألحان بس هما بيقولها كده اللحونات قوانين في يوم السلساء السبع عشر من شهر بابا المبارك سنة 1595 قبطية للشعود الأطهار السعود الأبرار رزقنا مقبول شفاعتهم أمين وذلك على يد نقره الحقير المسكين الذي لم يقدر أن يذكر اسمه بين الناس من أجل كسرة خطاياه التي عليت على رأسه إقلاديوس بشارة العريف طبعاً لما نسمع كلمة إقلاديوس نعرف على طول أن هو من أسيوط يسأل كله ويسأل ويطلب من الأباء والإخوة أن يدعو له بغفران خطاياه والديه والمهتم بهذا الكتاب هو قمص عبد المسيح المسعودي الصغير إحدى رهبان دير المحرق العظيم والذي يحفظه ويصنع يحفظه الله من التجارب الشيطانية والعوارد البدنية عوض يا رب من له تعب وشركة في ملكوت السموة وذلك في مدة رياسة الأب الجليل والحبر الكامل النبيل قدوة العارفين وتاج العظم الكاملين الأب الفاضل والحبر الكامل أقمص ميخايل الملقب بالأبوتيجي رئيس زر المحرق ده كده نقدر نعرف وبنلاقي قوانين مختلفة عن القوانين التانية اللي احنا قريناها بمعنى إيه؟ أن احنا تكلمنا عن قانون اللي موجود من قرن العاشر واللي بيتقال حالياً وقانون اللي كان موجود في ترتيب البيعة وبيتقال حالياً ما بيتقالش حالياً والقانون اللي كان موجود في المحرق وده مختلف عن القوانين السابقة بمعنى إن كل منطقة وعلى مدار الزمان وللأسف إن هي الحاجة ما هياش حاجة سبتة صامضة راسخة رسوخة لضهر لا دي يعني كل على مدار الزمان والمكان وطبعاً إنتوا عارفين إن كل حاجة بتتغير على مدار الزمان والمكان حتى إنتوا واحد لما أحب يعرف نفسكو يعني مثلاً هقول إيه؟ أمل أمل دي أقول في الزمان مولودة سنة 1820 المكان مولودة في محافظة جرجة أزي مدارية جرجة مثلاً يبقى كده عارفنا الزمان والمكان فدايماً الحاجة اللي تقوص والتاعت بنبوصل لها لازم بنخط في الاعتبار النقطتين دول الزمان والمكان وطبعاً الإسم اللي منكم حتى مطلع بطاعة شخصية أنا عارف إن كلكم شباب لسه مكملتوش 18 سنة لكن اللي منكم مطلع شخصية يلاقي كده الإسم فلان الفلاني موليد كذا 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 العنوان كذا كذا الزمان والمكان دي الحاجة اللي لحد دلوقتي كلنا بنعمل طيب فإحنا دلوقتي عندنا في حد بعد سؤال أو تعليق الله يكرمك يا دكتور ده مين ده عبير ستك أطرخيرك يعني يكرمني على إيه يلا ماشي انت الزهار متخنق مع أمل وعزان يا إيه كرمني ماشي يا ستي لحضرتك منتصر ثلاثة الحمد لله أكثر ماشي يا ستي ماشي ماشي يا بيبو بيبو دي كان زمان بيبو اللي هو الخطيب ماشي المخطوطة دي رغم إنها متأخرة جدا يعني قرن 19 لكن مكمية الأخطاء الهجائية كتير قوي 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 لكن في الآخر نلاقي إن النسخة نسخة من مخطوطة أعدم فبرضو مثلا بيقولك بواسطة الرحمة والكمباشن اللي هي يعني ايه التعاطف إلهنا الصالح كريالايسون الرحوم نقول المجد لك الليل وياه بواسطة الرحمة والتعاطف المحب البشر الصالح أضاء قلوبنا بواسطة النعمة المجد لك الليل وياه بواسطة الرحمة والتعاطف ده الكمباشن ملكنا يسوع المسيح حررنا وأصبحنا يعني نعتبر يعني أسياد المجد لك إلى آخره فتلاقي لحن طويل لكن في الفكرة دي إنه هو نائل من حاجة أقدم يبقى كده نقدر عشان كده يكون خلصت الكلام بتاعي إن إحنا نقدر نقول إن إحنا عندنا أربع مفاهيم لكلمة قانون الأولاني هو القواعد الأميرة والمكملة زي قانون البيع والشراء والمغور إلى آخره ثانيا القانون الذي هو بمثابة عقوبة للراهب قال عليه قانون ثالثا القانون اللي هو التدبير الروح للراهب يصلي إيه ويصوم إزاي ويقول إيه ويشرب إيه ده قانون ورابعا وهو اللي يهمنا اللي هو اللحن اللي بيتقال على دفعتين مجموعة قول بحري ومجموعة قول إبلي فده القوانين وبعد كده هو استعراضنا حلوى استعراضنا دي استعراضنا القوانين اللي أقدم نسخة من حوالي قرن العاشر موجودة في لايدن وبعد كده دخلنا على قوانين لينها بتتقل حد النهاردة لكن في الفترة ما بين قرن الاربعتاشر والخمستاشر إلى القرن التسعتاشر ظهرت قوانين تانية غير مستعملة الآن لكن كلها بتركز على الصوم والصلاة والرحمة إلى آخرين دي باختصار اللي هي الحاجات المهمة المين توبيك اللي احنا بنتكلم عنها في قوانين الصوم زي ما تشايفين ان احنا بنتكلم عن قراءة متأنية ناخد وقتنا ودلوقتي فضل دقيقة ونص فأسيب الكلام للدكتور باسم وبعد كده هو نفتح الله يحفظك يا سيدي أول حاجة لازم نقدم متقدرنا لمعالي الأستاذ الدكتور يحن نسيم على القراءة المتأنية دي واللي طاب بينا في المعاني المختلفة ومن خلال المصادر المختلفة والأقدمية عشان الوقت تقريباً فضل دقيقتين مش هيسمح بان احنا ناخد ولا اسئلة ولا تعليقات في الجلسة دي فانا هقفل الجلسة وارجع افتح من أول وجديد عشان ناخد راحتنا في المسألة مشان ما يكونش في اي مشكلة فهستأذر حضرتك وارجع افتح فينا اوكي اغلق الجلسة رفعت الجلسة المحاكو شكرا